مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مرر الجسر الجوي في نقل كل المساعدات وما يحتاجونها عبر طائرات ليوشين التابعة للجيش الوطني الشعبي العملاق وحسب صحف مصرية وعربية فقد دخلت أولى شحونات الجزائر عبر معبر رفع التضغط الجزائر للسماح لكل المساعدات بالدخول دون قيود لأن عدد الشاحنات التي تدخل قليلا جدا والجزائر مع تفريغ طائرات المرسلة تم شحن المساعدات في عدد كبير من الشاحنات ويريدون إدخالها جميعا حتى تكون الشاحنات فرغت حمولتها عند وصول طائرات الأخرى التي أمر الرئيس عبد المجيد تبون بإرسالها وقد كشف محللون أن الجزائر مع تكدس شاحنتها أمام المعبر وإدخال واحدة فقط غاضبة وسارعة للضغط أكثر وكسب المزيد من الحشد العالمي لضرورة فتح المعبر وترسل حلفائها لأخذ موقف وتخبرهم أن شاحنتها متكدسة أمام المعبر إذ وضعتهم الآن أمام الأمر الواقع وتضيف ذات المصادر أنها خطة مميزة لإنجاح الضغطات بشأن الممرات الإنسانية في المعبر دون توقف مع طبعا جهود إيقاف الأحداث التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية وقالت صحف مصرية أن الجزائر تعد من بين أكثر الدول التي أرسلت مساعدة ضخمة خاصة إيراث اليوشين العملاقة التي خصصها الرئيس بون لنقل شحونات مجموعة بريكس لفاجئ الجزائر وتحرك قوي وحسم من الصين وروسيا لضم الجزائر وهذا هو الموعد والخبر الصيني يكشف من روسيا المفاجأة المدوية لكن هكذا كان الرد الرئيس بون وخطوة مدوية بداية أهم عضوين في البريكس يحضران أكبر مفاجئة للجزائر لدخول مشرف وحتى لرد الاعتبار وتدارك كل من الصين وروسيا لخطائهم السابق عندما لم يضغط بالقدر الكافي على بقي الأعداء لدخول الجزائر هذه المرة الصين ترمي بكل تقالها وتعجيل باجتماع تاني مخصص لإدخالها بسرعة حيث كشف الخبير والأكاديمي الصيني جونغونغ نائب رئيس شؤون الاستراتيجية في جامعة الأعمال والاقتصاد في الصين لوكالة تاسا الروسية في تصريحات مدوية بأن الصين مهتم بانضمام الدول صديقة ذات الاقتصادات الكبيرة إلى مجموعة بريكس وذكر على وجه الخصوص الجزائر وإندونيسيا التي مصمم الصين على إدخالهما في أقرب وقص وهو الأمر الذي روسيا أيدته فيها ومع التسريع في إدخال الجزائر وإندونيسيا وقال الخبر أنه يقوم الأعداء الحاليين إلقاء ندر فحصة على الاقتصادات الكبيرة مثل إندونيسيا والجزائر وأوضح الخبر الصيني يقول إذا تحدثنا عن الدول التي من المرجح أن تنضم إلى المجموعة فستكونوا اقتصادات كبيرة مثل إندونيسيا والجزائر وحسب مصادره فإن الصين تفضل انضمام الدول صديقة ذات الاقتصادات القوية نهيك عن كون الصين وروسيا يرغبان في رد الاعتبار للجزائر وإندونيسيا لأنهما بعد أن تم رفضهما سابقا خطبا من القرار خاصة وأن القرار لم يكن عادلا والمعايير مشبوهة بجانب الكون عن هناك حديث عن ضغوطات من أعضاء لا توجدون نهيك عن كون هناك كانت ضغوطات من أعضاء لأنهم توجهوا لدول لهم فائدة فيها كثير أكثر من الجزائر وإندونيسيا وهنا بعدها صارت بتوجه مغير تماما وانفتحت الجزائر بالتحليل على العديد من المجموعة والتعامل مع كل دول دون ستنة بما يخدم مصالحها ورفضت أن تربط مجددا مصيرها على مجموعة واحدة أو توجه محصور وعليه مع بدء دعوة للجزائر لدخول البريكس ووضع لها ضمانات للقبول مباشر والإلحاق على الرئيس بولي قبل الانضمام فأكيد أن هذا الأمر سيلطف جو العلاقات ويقويها أكثر لكن الأكيد أن الجزائر وجدت فوائد ضخمة من توجهتها الجديدة بعدما انفتحت على الجميع في تعامل سياسيا واقتصاديا لهذا ستنضموا للبريكس وتظلوا منفتحة على كل دول دون أي قيود لتعمل مع البريكس وغيرهم المهم أن تكون بمصالح مشتركة بما يخدم ويقوي الاقتصاد دون طبعا أي غادر أو إضرار بمصالح الحلفاء مع العلم أن سابقا كان أحدى طرف البريكس دخول الجزائر وعيد الدول أخرى جدلا كبيرا ويهدفون الآن لإصلاحه لكن طبعا لن يدخل الجامع في توسيع تانية التي حسب خبراء صينيين وروس تتمس دول محددة بينها الجزائر وإندونيسيا التي انبتت أولويا للبريكس ومستقبلا ينتظر دراسة اندمام دول أخرى أيضا الركون سريعا لإقناع الرئيس بون على التوقف وماذا فعل هذه المرة بداية يبدو أن الجزائر مسرعة لكل أجندتها وتكتف من تحركتها بشكل ملفت بالمجموعات القوية والمختلفة التي قررت دخول إليها فبعد المجموعة الأمنية مؤخرا والتي قرر الرئيس بون دخول إليها بالإضافة لمجموعات عديدة بدلة للبريكس يتزم دخولها ها هو مجددا يطلب مجموعة قال عنها مرقبون أنها أكثر مجموعة وتعاون للجزائر سيربك الطرف الروسي والبريكس خاصة وأن هذه المجموعة العسكرية والسياسية التي قررت الجزائر تعامل معها تضم دولا لا تخدم مصالح روسيا والبريكس إطلاقا لكون هذه الدول كلها أوروبية ومنضمة إلى حلف الناتو الذي يعتبر أهداء أهداء الروس والصين فالجزائر هذه التوجهات لم تكن لتسرع إليها بهذا الانفتاح الكبير من مختلف المجموعات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية لو كان مثلا البريكس قبلها من أول طلب لهذا الجزائر أكبر رابحين بالانفتاح والبريكس وخاصة روسيا والصين أكبر الخسرين وأكد عطاف أن الجزائر على عودة العلاقات بقوة ونية الجزائر العمل بقوة مع الاتحار الأوروبي وحل وإزالة كل حقابات من طريق العلاقات الثنائية مع دول أوروبا كلها لتكون هناك فوائر للطرفين والقفز قوزة نوعية في تعاملات وشركات أما وعن المجموعة الحالية التي أحدثت الضجة الكبيرة للجزائر بها بتعاملها معها وتعتبر صفحة ررد على مجموعة بريكس فهي مجموعة في السيجرات المتكونة من تشيك والمجر والقولندا وسلوفاكيا والعمل معهم أربك البريكس وأخلط حسابات بوتين كليا جزائر تصمر بهذه الخارجات التي تحدث حالة طوارئ في البريكس نتعاملها مع العديد من المجموعات حتى تلك التي تعتبر نفسها ضد بريكس هذا لا يعني طبعا أن الجزائر ستعادي أو تعمل على إضرار بالمصالح البريكس وإنما يؤكد أن الجزائر ستتعامل مع الجامعة دون سيدنا وبكل حياد ولن تسبق بعد اليوم مصلحة أي دولة أخرى على حساب مصالحها كما كانت من قبل ضيعة العديد من الفرص بسبب بريكس لأن أولويتها كانت موجهة لهم أكثر من أي شيء آخر لكن وبعد الخدلان من حقها أن تنفتح على الجميع بينها الأطراف التي ضد بريكس لهذا يرى مراقبون أن بريكس وخاصة أهم عدوين وهما الروسيا والصين سيتحركا للضغط على باقي الأعضاء للتعجيل وقبول الجزائر حتى تبطأ وتتراجع لتوجهها سريع لدول غرب خاصة وأن الجزائر فتحت سرعة القصوى على التعامل انفردا مع أي دولة تقدم لها عروضا مميزة في كل المجالات دون سنة وهذا هو الأفضل والأمدل لأنه حسب محللين خيبة بريكس كانت درسا وفتنة للجزائر لكي تنفتحها على الجميع ولا تتجه للإنغلاء في قوقاعة واحدة وتضيع فرص كثيرة أما المجموعة الحالية التي تعد بدرجة أولى عسكرية ستستفيد الجزائر منها كثيرا وتكون بوابة لمزيد من المجموعة مع تأييد المستمر والمتزايد لها من مختلف دول أوروبا بالخصوص بعد أن كانت تحصر علاقتها مع أوروبا على خمسة دول فقط الآن منفتحها